مباشرة بعد انطلاق المباراة رفق دوادي دخل مباشرة في اللقاء واول كرة ثابتة للجمعية على الجهة اليسرى همامي في التنفيذ يضع الكرة داخل المنطقة انقومو جيل في الاستقبال براسية محكمة يفتح باب التسجيل لجمعية الخروب رد عليها الثناء الخطير مسعود والسوداني في الهجوم والسوداني يتمكن من التسجيل لكن الهدف يرفض بحجة التسلل هجوم اخر للولمبي والسلم والدفاع الجمعية يبعد للركنية تنفذ والسي دي بي في مساحة ضيقة يقذف ويد المدافع الخروبي تبعد الكرة مسعود يتولى التنفيذ وبنجاح يعدل النتيجة مسعود مرة اخرى على الجهة يسرى في عاما رائع والسوداني باليسرى يتخلص من الرقابة وباليمنى يهذي للولمبي الهدف الثاني والتفوق أولمبي شلف اكمل الشوط الأول بعشرة لعبين بعد طرب المدافع غربي لتلقيه الكارت الأصفر الثاني الجمعية دخلت الشوط الثاني بقوة خاصة في الهجوم والدقيقة الستة واربعين قلب هجوم الخروب برحلي يتمكن من تعديل النتيجة باقي مجريات اللقاء عرفت سيطرة شبه تاما للجمعية خاصة في وسط الميدان والهجوم لكن التسرع وعدم التركيز حرم الخروبيين من الوصول الى المرمى اخر فرصة في اللقاء كانت لصالح الجمعية وحمدي بعد اخذ ورد داخل المنطقة يقذف ودفاع الأولمبي يبعد الخطر ونهاية اللقاء بالتعادل هدفين في كل شبكة